يا لطيف يا خبير يا من له ما في السماوات والأرض اجعل لنا من ضيقنا هذا مخرجا إنك على كل شيء قدير يا قوي يا عزيز برحمتك نستغيث فاللهم يا ربنا اكشف عنا السوء ونجنا من الغم والهم وجعلنا من المكرمين اللهم آمين هو صاحب صبح الأعشى هذا العمل الموسوع والفكري الذي استغرق لإعداده حوالي عشرين سنة وجاء في أربعتاشر مجلد فاستحق عن جدارة أن يكون صاحبه واحد من أعلام التجديد والتطوير في الفكر والطراث الإسلامي الإمام القلقشندي في مصر والسياسة والسياسة والكتابة والخطوط بل وأنواع الورق وألقاب كل ذي لقب وكيف ننشئ الرسائل وكيف نتعامل مع الآخرين مع رؤية عميقة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات الدولية حتى أصبح هذا الكتاب المطبو في أربعة عشر مجلدا أصبح حجة لكل من أراد أن يتعلم هذا الفن نقطة فارقة رحم الله أبا العباس القلقشندي رحمة واسعة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلا بكم أهلا وسهلا بكم أرحب بكم معنا اسمح لي نتحدث اليوم عن صاحب صبح الأعشى عن الإمام القلقشندي يعني لو وصفوا فضيلة الدكتور فماذا سيكون الوصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا عليه الصلاة والسلام أبو العباس شهاب الدين أحمد القلقشندي هو من قرية قلقشندي التابعة للقليوبية وانتقل إلى رحمة الله تعالى عن خمسة وستين سنة سنة تمنمية واحد وعشرين يعني في أوائل القرن التاسع الهجري تمنمية واحد وعشرين هو انتقل إلى الأسكندرية وتعلم على علمائها منهم ابن الملقن ومنهم ابن فضل الله العمري ابن فضل الله العمري كان رئيساً لديوان الإنشاء ديوان الإنشاء ده يشبه في عصرنا الحاضر ديوان رئاسة الجمهورية تصدر منه الرسائل من الحاكم إلى إخوانه الحكام في سائر البلاد في الشرق والغرب والشمال والجنوب هذا الديوان له قوانينه له مبادئه له قواعده له علومه التي ينبغي أن يتحلى بها من يعمل فيه زي بالضبط الشروط اللي بنحطها لما واحد يجي يلتحق بوزارة الخارجية لازم يعني يتقن عدة أشياء من ضمنها اللغة من ضمنها لغات الأجنبية يعني من ضمنها المعلومات العامة من ضمنها ما يتعلق بالتاريخ بالجغرافيا بالأشخاص اللي هو اهتم به الأمريكان بعد كده وبقى يطلعه هو إزهو مين هو ده يعني تراجم الأعلام كل هذه الأشياء كانت في الحضارة الإسلامية على أبدع ما يكون وخاصة وصلت إلى الغاية في عصر المماليك كان ابن فضل الله العمري ده بقى رئيس ديوان الإنشة يعني رئيس ديوان الرياسة أو الحكم في هذا الزمن فتلمز القلقشندي على ابن فضل الله العمري منذ صغاره ومن هنا حاول أن يكتب ورقتين ثلاثة أربعة كده في مقامة مقامة ده أسلوب أدبي بيبقى موزون لكنه نسر زي مقامة عيسى بن هشام زي مقامات الحريري زي مقامات ابن الحمداني إلى آخره فكان فن المقامة في هذا الوقت يعني معمول به وشائع فكتب مقامة عن ديوان الإنشة اللي هو شغال فيه اللي هو شغال فيه واللي هو أعجب به ولقى فيه ضلطه لأنه موسوعي وجد فيه اللغة والخط والكتابة والإملة والتاريخ والجغرافيا وتراجم الرجال والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدب ويعني وجد فيه ضلطه وهو رجل موسوعي وزهنه مبني على هذه الموسوعية فأراد أن يكون في هذا التخصص لما السلطان أرى الورقتين تلاتة دول قالوا ما تشرحهم فشرحهم في صبح الأعشة في صناعة الإنشة وصمها صناعة أو في ديوان الإنشة طلع 14 مجلد لما جينا نضاع 14 مجلد؟ 14 مجلد في شرح الورقتين التلاتة دول؟ في شرح الورقتين التلاتة دول نايم يجي في الورقتين التلاتة يقول لك واجب على كاتب الإنشاء أن يرمى بتراجم العبادة وبأحوال البلاد طيب تراجم العبادة يبقى هيجب لك كل الحكام اللي موجودين ممن تتعامل معهم مصر عشان تبقى واخد بالك من ألقابهم من صفتهم من شخصيتهم من مفتاح شخصيتهم تخطبهم إزاي تدخلهم إزاي إيه الحاجة اللي ترضيه الحاجة اللي تغضبه علشان ما تكتبهاش وهكذا يبقى إذن لما أجي أفصل الكلمة دي بس اللي هي تراجم العباد يبقى ده هتاخد مجلدات لما أقول بقى أحوال البلاد يبقى هتتكلم في التاريخ هتتكلم في الجغرافيا وهتتكلم فيه علوم السكان وهتتكلم وهكذا وكمان من الجوانب بقى المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا إلى آخره فقدم له بمقدمة طويلة جدا صبح الأعشى وبناها على أنه كتاب مدرسي كتاب سيدرس وبعد ما انتهى منه قال الله طيب أنا دلوقتي شرحت المقامة في 14 مجلد وخلاها على مقدمة وعشرة أبواب طيب هو في حد عند وقت يقرى الـ 14 مجلد وانا بحب أن يفهم الـ 4 وراءات من الـ 4 وراءات لو أرى الـ 4 وراءات برضو بقول لك كلام مضغوم أو يعني يعني إيه تراجم العباد وأحوال البلاد يعني ما برضو كلمة مش هتشبع ما تقفلش معلومة كاملة مش معلومة كاملة مش هتشبع نهم القارئ ولا هتجعل له صورة يتصور بها إيه هو ديوان الإنشة ده لكن لما جيه يكتب بها كتبها في عشر مقالات أو في عشر أبواب وفصل تفصيلا إيه هي الكتابة فضل لغاية ما قال طيب هنكتب على إيه وتعرض إلى الورق وصناعة الورق وأنواع الورق علشان يبقى كاتب الإنشة ده فهم كل حاجة وفهمها بعمق وفهمها من أولها لآخرها ومن هنا كانت صناعة الإنشة متوائمة معا ابن فضل الله العمري له كتاب كبير طبع وبذل في طبعه يعني مجهود كبير في نصف الأول من القرن عسيم اسمه المسالك والممالك يبقى بيكلم عن الجغرافية وبيكلم عن التاريخ الممالك اللي حوالينا دي أو اللي في الأرض شكلها إيه وكيف يتصورها الجغرافيون الأوائل بيتصوروا أنه هناك أقاليم سبعة طيب ما هو مصر فيها أقاليم سبعة فيها الدلتا وفيها الصعيد وفيها وسط الصعيد وفيها جنوب الصعيد وفيها الساحل وفيها كذا سبعة بتاعات برنا قالك لأ دي السبعة هنا موجودة على صورة طائر المنقر بتاعه في الصين والرقبة بتاعته في أفغانستان وانت نازل على إيران كده وكده والجناح اليمين اللي هو اليمن ولذلك سميت يمن من اليمن من اليمين والشمال في الشأم الشأم اللي هو الشام اللي هو الشمال في جناح هنا وجناح هنا والديل في المغرب أخذ بالك إزاي فيعني تخيلوا العالم على هذا الطائر وبهذه الكافية وقسموه سبع حتت الراس الرقبة الجناحين البطل الديل وهكس فهو بيتكلم بقى في المسالك والممالك عن الحكاية دي عن إنه فين البلاد بقى فيه أقليم لكن فين البلاد وكان رئيس ديوان الإنشا وعلم القلقشان دي الحاجات دي وبس الحاجات دي بالنسبة لما كتبه القلقشان دي جزء من كل يعني بعض ما كتبه القلقشان دي في موسوعته التي ما زلنا ننهل منها في حاجات كتير كتبها وملأها بالأدب باللغة بالخط بالكتابة بأدوات الكتابة بتنظيم العمل بكيفية كتابة الرسائل للأفاق بالألقاب وكل مجموعة من الأمراء أو من الأودباء لهم ألقاب فالألقاب دي كيف تقول سعدتك ولا معليك ولا فخمتك ولا تقول لمين وحاجات الحقيقة إنها رائعة وفائقة وما زلنا نعمل في ظلالها مع شيء من التطوير في العالم كله على فكرة مش عندنا بس ولكن هي لابد منها لدراسة البروتوكولات ودراسة واستعمال كل هذه المعلومات في الأداء الحسن سياسيا واجتماعي أساسا فضلت لك نخرج إلى فاصل سريع بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل هذه الرحلة مع سيدة الإمام القلقشندي أرجوكم خليكم معنا بين أخضان الطبيعة وبداخل قرية قلقشندا ولد العالم والنابغة أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد وسمي بالقلقشندي نسبة لقرياته الخلابة التي شهدت مراعي منوغه في شتى مجالات العلوم هي قرية قلقشندا من الكرة العريقة على مستوى الجمهورية ومن الكرة القديمة الضاربة في ربع التاريخ وخرج منها علماء أسروا الدين الإسلامي والحياة الإسلامية والعلم والأدب منهم الإمام ليس بن ساع ومنهم الإمام القلقشندي هو اسمه القاضي شهاب الدين ابن علي ابن أحمد القلقشندي فالقلقشندي الذي يعتز به أهل قرياته حتى أسسوا له المدرسة الأمة بالقرية وتحمل اسم أحفاد القلقشندي تخليداً لذكراء وعرفاناً بدوره التاريخي والتعليمي لأبناء قرياته من الحاجات التي أسعدتني وأنا كنت أعمل في المملكة العربية السعودية كنت أدرس لطلابي الأدب العربي فكم كنت سعيداً عندما وجدت القلقشندي مذكوراً في كتب الأولاد يتعلمون عنه ويدرسون تاريخه لا تتعجب من ارتباط أهلها بأرضها وترابها فهي لم تقدم الإسلام والمسلمين القلقشندي فقط بل نشأ بها شيخنا الجليل الليث بن سعد ومن بعده بسنوات طويلة خرج من رحمها علمنا الجليل الذين تحدثوا عنه اليوم الإمام القلقشندي مرحب بالفضيلة الإمام الدكتور علي جمع مرة أخرى أهلا بكم مولانا أهل المسأل أهلا سهلا بحضرتك الحقيقة أنا مهرج تفضلت في الجزء الأول بشرح يعني صبح الأعشى هذه الموسوعة الكبيرة 14 مجلد في شرح بضع صفحات ثلاث صفحات ولا أربع صفحات يعني وعشرين سنة من الجهد الإمام بالقلقشندي لم يترك شيء إلا وكتب عنه وفيه عشرين سنة من الجهد الحقيقة عندي أكتر من سؤال يعني كيف الإنسان أن يعيش عشرين سنة من عمره يتفرق لأمر واحد فقط وهو هذا العمل وهو كتابة هذه الموسوعة طيب كانوا بيعيشوا بها حياة الموسيق بيتكسبوا منين كان المؤلفات الأخرى اللي كانوا بيقلفوها يعني لما نتخيل الأمر ده وإحنا في عصرنا الحالي نجده أمر مستحيل يعني لا هو أدام هو صاحب مشروع فهو بيفتح ملفات المشروع وده موجود لغاية دلوقتي إن الواحد يفتح مشروعه بس ما بقيناك نشوف ده مهلانا في العمل لا موجود أنا أدي لك أمثلة بسيطة جدا ممن عصرناهم كان مثلا الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى وكان عنده موسوعة اليهود واليهودية في سبع مجلدات كان فتحها وله كتب كثيرة بعضها أخذها من داخل الموسوعة يعني يأخد له فصل ويجعله المراجع بتاعته يزود فيه يرتب فيه ويطلعه كتاب فالمشروع مفتوح لما تيجي تيجي تقوله أنت خلصت الموسوعة لا يقولك لا لسه قدامي أبحاث كثيرة وقدامي جمع كثير وقدامي تحليل كثيرة لسه ما كملتهاش فده موجود إلى الآن وموجود مش عندنا أيضا بس في العالم وكله موجود أنه لما واحد يكون عنده مشروع بيستمر في هذا المشروع ولا يؤطله هذا المشروع عن الأداء وعن الإمام القرطبي قعد عشرين سنة أو أكتر في تفسيره وله كتب أخرى الإمام القلقشندي عشرين سنة في صبح دعشة وله كتب أخرى الإمام ابن حجر العسقلاني قعد أكتر من عشرين سنة في فتح الباري وله كتب أخرى وهكذا فلما الواحد بيكون عنده مشروع علمي بيعملوا كده المشروع بتاع القلقشندي في صبح الأعشة كان يتغيى به التعليم يعني كان هو عمله كتاب مدرسي عمله كتاب يدرس ويدرس بقى على سنين على مراحل جايز ولكن هو عمله لهذا وبعدين طب ما هو ده ما يبقاش عمل صورة صحيحة وواضحة لقضية الإنشة اللي أحبها القلقشندي لدى الناس يعني ما ينفعش يبقى كتاب ثقافي تيكاوي كده اللي هو خد وطير لا ما ينفعش ده ينفع إنه يكون كتاب مدرسي وكتاب تدرس فيه سنين مش سنوار فاختصر في الصبح المسفر دكت صبح الأعشة يعني إيه الأعشة العشة هو نوع من نوع ضعف البصر فأنا هخلي والعشة ده بييجي بالليل العشة الليلي العشة الليلي فييجي الضعيف البصر ده ما يشوفش بالليل حتى لو نورت له كده فبيطلع له الصبح هو الشيخ القلقشندي بيعمله إيه بيطلع له الشمس يلا شوف فدكت العشة خلاص الليلي يروح ويشوف عادي تماما بالنهار صبح الأعشة يبقى هو هيرشد المحتار يعني مرشد الحيران اللي مش شايف هيخليه شوف اللي مش شايف هيخليه شوف في ديوان الإنشاء أو في صناعة الإنشاء فهو راح مختصر في جزئين ثلاثة كده اللي هو علشان الناس بقى تتصقف على ما وصل إليه الحقيقة إن هذا المشروع بيبين أمور نمر واحد أنه يدعو إلى الموسوعية وأنه يجب عليك حتى تتم لك التجديد أن تقرأ في كل العلوم ولذلك تجد له كتب كثيرة في هذا المجال أغلابها طوبع الإنفة في دولة الخلافة وكذا كلها طوبع وكان يهتم جدا بأنساب العرب نهاية الإرب نهاية الأرب في أنساب العرب وقبائل العرب ألف كثيرا في تتبع الأنساب وده كان أمر حينئذ وفي عصره أمر مهم للغاية قضية الأنساب دي لأنه ما زالت العصبية القبلية موجودة وما زالت العصبية القبلية بتمثل أحد أنواع السلطة في هذا الزمان فعلشان يدرك السلطة راحة فين وجاية منين ويتعامل معاها لازم يعرف الأنساب ويعرف التفريعات بتاعتها من أين أتت طبعا أتى فيها بعلوم كثيرة جدا وحفظ لنا كثيرا جدا من الكتب اللي ضاعت ولذلك فكتب القلقشان دي عمل زي كتب النويري كده لما قال في نهاية الأرف في فنون وعلوم العرب فالمهم أن صبح الأعشى هو مجموعة من الفنون والعلوم تؤهل الإنسان لأن يكون دبلوماسيا على أرقى مستوى وسياسيا على أرقى مستوى فبالتالي واضح أن تأثير العلم الكبير ده في ديوان الإنشاء وصبح الأعشى وباقي الكتب أكيد دي كانت مساعدة للأمة المصرية فيما بعد في نواح كتير وهو تخصة كتير ظل هذا الكتاب عمدة للحكام وعمدة للديوان الإنشاء حتى توجه بطبعه في أوائل القرن العشرين في ضارب كتب المصرية في مشروع تراثنا في 14 مجلد برك الله فيكم فضلات الدكتور شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا موصول الله حضرتكم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة التي يتعجب منها الإنسان مساعدة الأهل للأبناء على الغش في الامتحانات واعلموا أنه لا يجوز الغش في الامتحانات والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور ومن هنا أخذ العلماء حرمة الغش في الامتحانات اتقوا الله في أبنائكم اللهم أسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة إنك عفو تحب العفو فاعف عني تقبل مني صالح الأعمال جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة فاللهم يا ربنا آمن روعتي وحرم جسدي على النار واجعلني بمن يستجاب دعاؤهم فاشرح صدري وافتح علينا فتوح العارفين بك علمنا الأدب معك اللهم أمين